تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بيجيكم قبل نهائي دور الأبطال مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال أفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها بعرف أنه اليوم الجمعة وبعرف أنه كان لازم يكون موعدنا قصة جمعة جديدة لكن للظروف الخاصة وبسبب مباراة نهائي دور الأبطال أوروبا قلت خلوا الفيديو اليوم عن نهائي دور الأبطال أوروبا وإن شاء الله نرجع لقصة الجمعة من الأسبوع الجاي مع أنه بإمكانك بإمكانك مهتم بنهائي دور الأبطال أوروبا تروح تشوف قصة شيلسي عام 2012 القصة المطولة اللي عملناها كاملة قصة مورينيو لما دخل على غرفة تغيير ملابس بسلة ملابس وأيضا تقدر تروح تشوف وثائق كامل عن سيتي فوتبولي جروب موجودين كلهم بالقناة وكلهم بيخدموا حلقة اليوم طبعا هذه الحلقة بدلت التعاون مع حساب دور أبطال أوروبا في تويتر ولما نيجي نحكي عن مباراة اليوم نحكي تشيلسي نحكي مان سيتي أول شي بتلاحظ فيه أنه ما بيخطر ببالك اسم نجم خارق بالفريقين يخطر ببالك اسم مدربين قبل النجوم حالة خاصة في جدا في كرة القدم إننا بنحكي جوارديولا نبل ما نحكي دي بروين وبنحكي أكيد تخيل نبل ما نحكي كانتي أو جورجينيو مثلا وبالتالي هنا بنفهم إنه هذول الفريقين عبارة عن شغل مدربين عمل مدربين ومن هون بيجي المنطق الأسهل والأبسط عشان نعرف مين حيفوز المدرب اللي حيتفوق على منافسه المدرب اللي حيقدر يفهم كيف يعطل اسلوب خصمه ويمنعه من الاستفادة من نقاط قوته ويبالغ بالاستفادة والتأركيز والتأثير على نقاط طرفه وهون أنا أعتقد إنه جوارديولا عنده فرصة جيدة ليش؟ جوارديولا واجهت شيلسي مرتين وبالمرتين جوارديولا ما لعب مع تشيلسي بأفضل لاعبية ما لعب بالتشكيلة كاملة وبالمرتين تشيلسي كانت دافعه إنه يفوز وبالتالي إذا تكلمنا عن تفاصيل كرة القدم ما بين الاثنين على الأغلب توخيل كشف من الأدوات والأسلحة والأفكار اللي عنده أكثر مما كشف جوارديولا وعلى الأغلب جوارديولا عنده الآن من الأرقام والبيانات اللي بتخلي يفهم وين نقاط قوت خصمه فأعتقد خسرتين المحليات السنة هادي حتساعد جوارديولا شوي يتعلم حتساعد جوارديولا شوي يتفوق على توخيل لكن هذا كله كلام نظري لأنه بظل توخيل مدرب تفاصيل ممتاز ممكن يقلب النتيجة لكن هذا اعتقاد الشخصي وبالتأكيد لما أجي أتكلم عن الدوافع في هذا اللقاء أيضا حتصب المسألة للستي الستي اللي بدور على الأول لقب دول أبطال أوروبا الجوارديولا اللي بدور على الأول لقب دول أبطال أوروبا بعد برشلونة ودائما في تشكيك حوله كثير من لعبين الستي حابين ياخدوا هذا اللقب بعضهم حاول كثير ما زبطت معه في حين الوضع بالتشيلسي بتحسه مختلف يعني لو تشيلسي كان الخامس في الدوري بعد ما خسر أمام أستونفيللا لقلت ببساطة أن تشيلسي سيكون عنده حافظ رهيب جدا حافظ تأهل لدور الأبطال لكن الآن هذا الحافظ أقل دور الأبطال لوحده حافظ كبير مئة بالمئة لكن دائما بدك حوافظ جانبية لكل شخص وأعتقد بمسألة الدوافع والحوافظ السيتي مهتم أكثر باللقب من تشيلسي تشيلسي اللي وصل بعد ما كان ما حدا متوقع أنه يوصل تشيلسي اللي لعب النهائي الآن يبدو إنجاز بالنسبة إنه في حين بالنسبة للسيتي الخسارة تبدو فشل وطبعا مهما صار في اللقاء لازم نفكر ونذكر أنه كلب لما يجعل بربول عمل نفس الشيء تقريبا عمر غدا تفعل قوية لكن طولت تحصدت نتائجه كؤوس خسر هون نهائي وخسر هون نهائي لكن بالنهاية قدر يرجع ويفوز بالدوري ودوري الأبطال وأعتقد هذا السيناريو اللي لازم يتعودوا عليه جمهيل تشيلسي هذا السيناريو اللازم يدعموا فيه تخين اللي أظهر من التفاصيل الفنية والتكتيكية شيء عظيم والتطوير للعبين شيء رائع بس ما زبط معاني هائل كأس مع لستر بعد ما بععد بالدوري اتأهل رابع بأصعب طريقة ممكنة والآن ممكن يخسر نهائي دور الأبطال لكن هذا لا يعني شيء يعني ببساطة أنه الفريق تقدم وتحسن يجب دعم دخيل مرة ثانية بالسوق بما ينقصه باللاعبين وأعتقد فإنه على طريق يورجيني كلوب ومستحيل أحكي عن مباراة مثل هاي بدون ما أحكي عن سيتي جروب راح تيجي تقولوا لجنة نب سيتي جروب لأنه ببساطة رحوا شوف الوثائق تح سيتي جروب ببساطة اقرأوا عن سيتي جروب هتفهموا إنه بنتكلم عن مشروع فعلا لو استمر بنجاحه ومشروع ريدبول استمر بنجاحه فإنه على الأغلب إنه هذا الوجه الجديد تعستثمار كرة القدم الطريقة الوحيدة لصناعة أنديت كرة قدم مستدامة بعيدا عن دور السوبر الأوروبي فالسيتي فوتبولي جروب بالعادة كل فترة 4-5 سنين بجيوا شريك جديد يدفع مئات الملايين يمول بعض المشاريع مقابل نسبة صغيرة آخر شريك كان اسمه سيلفرليك سيلفرليك شركة كبيرة جدا في عالم الاستثمارات تحديدا في التكنولوجيا هتلقوها مشترية بتويتر وإير بي أن بي ومشاريع أخرى عديدة لكن استثمرت فقرة القدم أعتقد جازما إنه لو سيتي جاب اللقب سيتي فوتبولي جروب على الأغلب حنشوف لها استثمار داخل عليها ربما يقارب مليار دولار من أحد الشركات العملاقة وبنقابل نسبة قليلة ممكن تكون 15% طب شو يعني مليار دولار هيروحوا للملاك لا هيتم الاستفادة منهم بشراء أندي إضافية تطوير الأندي الحالية يعني متكلم عن مجموعة ربما يفرق محا في هذا اللقاء تسريع سنوات للأمام من النمو والتطور في سنة واحدة فقط كأرقام هذا الموسم كجودة هذا الموسم كانسجام بين اللاعبين سيطرت مدرب على اللاعبين ختام وشكل الأداء لآخر مباراة بالموسم بالتأكيد كل شيء بيقولنا الستي أقرب استعاد تشيلسي كانتي استعاد مندي كلها أخبار جيد تشيلسي كامل لكن بتشعروا أنه فيه عند الستي نضج أعلى وعشان هيك أنا بكلامي واضح أنه بميل شوي شوي أنه الستي حيفوز بهذا اللقاء لكن هذا نهائي نهائي ظهر في كاريوس يوماً ما بين لبربوريا مدريد نهائي ممكن يصير فيه أي شيء بكرت القدم ركل الجزاء بأول خمس دقائق تشيلسي إذا تقدم على الستي على الأغلب حيخليه حاني لكن المعطيات بتقول أنه تخيل اللي عمله إنجاز رائع بس لازم نشوف النهائي شو بده يصير فيه تشيلسي تفوق مرتين على الستي هذا معناه شال عنصر الرهبن ما عاد خايف من لعبة ماشيستر سيتي ما عاد متوتط من مواجهة جوارديولا هذا أيضاً لصالحهم بس بموازين الكفات يعني الجافة بتحس أنه الستي عنده الكفة بس هذا ما رجع أحكي عنده نهائي صح تخيل البعض صار يوصفوا بالرجل اللي بيفشل بآخر الأمتار وما بنجح بآخر الدقائق بيخسر نهائي هون وبيخسر نهائي هون لكن أعتقد أنه بدأ يكسب خبرة جيدة في هذه المواقف بدأ الرجل يعرفوا الأخطاءه الذهنية والفنية اللي بيعملها في النهائي فممكن يستفيد منها لقاء بين مدربين رائعين إيقوارديولا وتخيل واحد إسباني واحد ألماني وهذا اللي بيخلينا نعرف ليش عم نشوف نهائي إنجليزي جديد خلال ثلاث سنوات بعد ما شفنا واحد في 2019 بين مدرب ألماني وآخر أرجنتيني فكرة استقدام العقول الصحيحة باستمرار في إنجلترا من أصغر نادي لأكبر نادي بتحس عندهم 16-17 مدرب مميزين من أوروبا نحكي عن بيلسا بدرب لجيزي نحكي عن كل مدرب هتروح لك عفريق حتى يلقى مدرب محترم جاي من برا هذه الفلسفة اللي بتيجي بتطور كرة القدم بتطور الثقافة وبتطور عقلية الانتصار عندهم اللي كانوا فقدين هلها سنوات طويلة قبل ما يرجعوها لما رجعوا الاستثمار في المدربين أكثر من استثمارهم باللاعبين فقط نوصل هن نهاية حلقة سلفي أوروبا الخاصة في نهاية دور أبطال أوروبا نتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتتركوا لايك على الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة